تشرفت الآن بلقاء فريق أول فخامة رئيس مجلس السيادي فريق أول فتح البرهان كما تشرفت بلقاء دولة رئيس الوزراء وعقدت جلسة مباحثات مع معالي الوزيرة مثمرة وإيجابية تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وهي علاقات لها خصوصيتها فما نستشعره من ارتباط تاريخي وتارتباط أزلي وتارتباط مصيري بين شعبي ودنيل شيء نعتز به نفتخر به نعلم جيدا بأن تقدمنا هو مرتبط بتكاملنا بأننا لدينا الإمكانيات لأن نعبر كافة التحديات من خلال التعاون فيما بيننا كانت في الحقيقة مباحثات على كافة الأصعدة مع فخمة الرئيس المجلس السيادي دولة الرئيس معالي الوزيرة كلها بتعبر عن وجود الإرادة السياسية القوية لدي البلدين لاستمرار العلاقة الوثيخة على المستوى السياسي الاقتصادي الاجتماعي توفير كل ما لدينا من قدرات لانطلاق السودان في المرحلة الجديدة نحن نرى فيما حققه الشعب السوداني من تغيير هو في الحقيقة مثل يعتز به من أجل توفير الظروف الملائمة السياسية للانطلاق والوضع إطار جديد للعمل بما يحقق طموحات الشعب السوداني ويحقق أيضا الاستقرار بالمنطقة ويحقق الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسستها لتخدم مصالح الشعب بشكل أمين وأيضا تصيغ سياستها مع شركائها ومع أشقائها سواء العرب أو الأفارقة بما يؤدي إلى تحقيق المصلحة المشتركة وتدعيم الاستقرار والسلم والأمن ومصر لن تدخر جهد في استمرار التواصل وتوافقنا مع معالي الوزيرة ودولة الرئيس على تفعيل كافة أليات العمل المشترك كافة اللجان القطعية ودعوت معالي الوزيرة لزيارة القاهرة في الأقرى فرصة ممكنة لاستئناف مصار التشاور السياسي فيما بين البلدين تصور أنه كلما زاد هذا التواصل كلما استشرفنا مجالات جديدة من التعاون واستطعنا أن نضع رؤية مشتركة وأطر تنفيذية حتى يكون هذا التعاون ملموث وله وقعه على شعب البلدين بشكل مباشر يستطيعون أن يستفيدوا منه ويتم وضع الأليات التنفيذية وإزالة أي عقبات بيروقراطية قد تحيد من رغبتنا المشتركة في دعم العلاقات تقدم مرة أخرى بالتهنئة على حلف الوزارة الجديدة لليمين وأنا سعيد بأن أكون ربما أول مسؤول يزور السودان بعد هذا الحدث وهن معالي الوزيرة على هذا التعيين التاريخي ليؤكد مرة أخرى القدرة المتمثلة في نصف المجتمع التي يجب أن دائما تكون في طليعة العمل وطليعة الجهد لتحقيق ما هو أفضل دائما فأنا سعيد بولي شرف أن أكون مرة أخرى فيما بين أشقائي وأشقاتي في السودان وعلى مستوى الشخصي اقتناعي بهذه العلاقة وأهميتها يجعلني دائما وبفضل توجيهات رخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا نتدخل أي جهد لاستمرار العمل المشترك مع أشقائنا في السودان لدعم هذه العلاقة فهذه إرادة سياسية من القيادة السياسية المصرية وعلى مستوى الشعب المصري وتظل دائما في خدمة مصالح البلدين المشتركة شكرا شكرا